ننتي إدك ساعة ليه كده؟ قولي يا نجبي، أنت عاوزي قبل ما تسألني عايز إيه، تسألني حتفعلك كده أنا حتفعلك عشين بقى كو زي دوان كم؟ 200 ألف دوار، يعني مليون شيكاً راشيل أهوباتين، أربعين بي حميشة، يمين بي لي حفشة دي بركة شيك، أتقي شمر جداً هتعسوك هيوم لا ما، رؤاشي قطلولي بعد زود؟ زود جافر تشتقي تزي بتحلي الشم شو يا رائك حلوين مالس عليهم بيه لكده؟ شوف إزاي؟ إنت لو عملت اللي أنا حطلبه منك، حتروح بالشنطة دي اسمعوا فادية أنا رجل ماليش في السياسة قام دول عمالين بي درحف دول ودول بيعملوا اقتماع عشان يخسروا دول اللي ودول بقى ويعملوا اقتماع قمة عشان يخوفوا دول واللي زي وزيك وطحونين ولومش دعوا بأي حاجة قاعدين بنتفرق واللي مخشش الليلة دي اللي أخبط خبطة صح يبقى همار همارة عفادي؟ لا يا نجبي أنا مش حمارة وأنا عارف إن كنتها مش حمارة عشان كده أكلمتك أنا عايز تمن تنفار إسرائيليين منهم واحدة بنت عشتغلوا شغلانا ما تزيلش عن الأسبوع أجل، شرب، نوم وكل واحد هياخد باقه في اليوم يا راية موجودين؟ أجيب هم لك دلوقتي حلم بالتليفون بس هيشتغلوا إيه؟ أسرة إيه؟ أسرة أنا عاف هيهمك الموضوع بس أصحى معايا الجماعة بتوع المقاومة الإبنانية أعلنوا إنهم أسروا 8 حساك الإسرائيليين أنا سمعت دفع؟ آه إسرائيل هددت قال إذا أنا عايز العساكر بتوعي مظبوط مستر ناكي طيب الليلة دي بقى كلها آخر إثاهية وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنه أيعلنوا الحرب أنتوا لا حتحربوا ولا حتنيلوا اسمع كلامي اللي أقول لك عليهم بعد يومين أنتوا جايلكوا وزيرت الخارجية الأمريكية هتعون وحتتكلم وناس لبسة بدلوا جرافطات رعين جايين قدام الكاميرات وفي النهاية هيحصلوا تبادل أثر أنتوا تاخدوا الناس بتاعكم وهم هياخدوا الناس بتاعهم وخالتوا خالتك وتفرقوا الخلال طيب وإنت عايز التمانية دول تعمل بيومين؟ ما تصحى معايا مال أنا حبي اللي يكلم معايا بقى فاهم بصوا ما أقول لك لا دول أثروا حد ولا دول اتأثر منهم حد والاتنين بلعبوا على بعض وعلينا أنا عملت ايه؟ دخلت اللي عملت ايه؟ هطلع ليه برشين واخوية عفادية يطلع له 200 ألف دولار أنا كان ممكن اشتغلها أبطاعي وأتفق مع كل واحد لوحده ها؟ وأطلع أنا بالغلة كلها بس قلت اديها لك معاولة أنت تجيب الناس وتتفق معاها وتخلص وربنا يبارك لك في 200 ألف قلت ايه؟ بس دي لعبة كبيرة قوي مستر ناجي وأنا عمري ملعب لعبة صغيرة بقولك ايه؟ ده مش قد الحكاة ولا أكني قد تلق حاجة لا لا ايه ده؟ ده انت طلعت سرك باتا محترف قامل ناجي باشا جايبني ليه؟ ما هو بيدي العيش لخبازه بس ناجي بيتأخر جوه قوي ما يتأخر احنا ورانا حاجة تزهيتي مني ولا ايه؟ لا مش مشكلة زهق بس مش عايز اتاكل حاجة؟ لا مرسي يا إبراهيم مش عايزة ايه بجيبلك ايس كريم ايس كريم؟ وده وقته يا إبراهيم؟ ايه المشكلة؟ ده انا اول مرة اعزمك على حاجة ده الراجلة هو انا هروح اجيب عايز شوكولاتة ولا مانجا؟ لا انت عاوز ايش اوه نصف اعني أل Дن؟ قلت. ألتا زوزي. أشتغبلي. كدور برش. يترمي اياد يا دايخ. لا دهام السلكة وسهلة النهاردة بعون الله. بص يا دينا جيبنا اتنين من غير حاجة ربك لما يريد استعانا عشاء بالله والناس اللي هجيبها دي اقولهم ايه ولا تقول ولا تعيد انت اسلمهم لي على الحدود وانا هرقواهم طب ما تهز شوية السعر يا مستر ناجي انا هاخد على الرأس 35 ألف دولار يعني كله 280 ألف دولار الاعمالية كده تبقى خسرانة بلاش منا خارس بلاش من حكادي انا عايزك ترابي سبون انت هتقفلي ليه من اولك وبعدين انا رايح جاي على الخط يعني لو عملنانا في السنة 200-300 أسير هتبقى تعاشي تبارك الله فيما لازم يا باش اتأخرت علينا عفادة اقدملك الكابتن ابراهيم اوفيتشي من قوات حفظ السلام معانا في الشغلانة دي خليهم ستة بس يا باشا فيه اتنين خلصنا معاهم بره بألفين دولار شفت الطمع بتاعك؟ حيبايع الشغلانة منك لا 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 انا هجيبلك التمانية دلوقتي حال وبالتليفون طب والتنين اللي اتفقنا معاهم يا باشا اه اه ها يعني بص اسمع راضيهم بأي حاجة ومشيهم احنا خلاص اتفقنا مع عمك اوفادية وعجيبينا التمانية واحنا ناسنا بنرجعش في كلامه ماشي بس اسمع اوفادية انا عايز الاعيال اللي هتجيبه كوني لابسين لبس الجيش الاسرائيلي بس احنا ما اتفقناش على اللبس يا ميستر ناجي انت عارف تمان نفرولات بتمن جزم يعملوا كام؟ يا سيدي ما جادش يا علادي خليها عن درق بس اسمع انا عايز الاعيال اللي هتجيبهم يبقى شكلهم أسره أسره يعني اللي شوفهم هول دول أسره على طول ها انا لازم نشتغل بين مورد اللان يعني معروفة